السلام الله عليكم ورحمة وبركاته ومحترمين اليوتيوب نتكلم مع حضركم النهاردة فضية من اغرب القضايا صالح اللي انهى حياة رشا الست اللي عندها 24 سنة تبقى انها حياتها ليه علشان بتغير من العشيقة رقم واحد يعني صالح كان ليه اتنين من العشيقات اللي هي الرشا مشايفة ان احنا ننشر صورها لانها في ملكوت الله وافطار الحق لكن هنشر لحضركم صور عبيل اللي هي العشيقة رقم واحد اللي فضلت تزمن عليه وتقول له انا زي الفريق ما بحبش شريك ايه المقتلات اللي حصلت في قرية اسمها قرية كاركون تبعا لصان الحجر محافظة الشرقية صالح فني تركيب الشاش وتصليح الشاشات لما تعرف وانشع علاقة محرمة مع اتنين ستات ومن موتقة واحدة تب ايه السبب ده اللي هنعرفه في الحلقة مع حضراتكم لكن فضلنا نسى امرا عدد المشاهدات بيكون كتير الحمد لله لكن عدد اللايقات بيكون قليل ويلا بينا نعرف الحكاية من بدايتها لنهايتها هتجديد الحكاية من عند صالح الشاب اللي عنده ستة وعشرين سنة وصورته تظهر قدام حضراتكم طيب صالح ده بيركب الاطباق واللي تشياش ودخبه يعني طبعا ده مشكلة كبيرة قوي لما يكون فني صيانة بيتواجد في البيت في عدم وجود الزوج لكن الثقة العمياء اللي بتوصل ليه حدها بتتقلم ضدها طيب صالح كان مصاحب شعبان شعبان مين؟ شعبان زوج رشا شعبان طبعا يعني شاب عنده تلاتة وثلاثين سنة ورشا عندها اربعة وعشرين سنة طيب اديش يقتل يا شعبان؟ طيب خلاص هارلنا على مين؟ على صالح صالح جاه لكن الزوجة كان لها مزاج واحنا عارفين طبعا يعني الست الشريفة العفيفة والله العظيم لو عارية فوسط الف راجل تقدر تيحمي نفسها طيب هنا بدأت اللينكات مع بعضه طيب الاشارة تعبانة شوية لأ طبعا عايز قناة كزا قناة تحت الباط فهنا طبعا تتصل بزوجة ولا خلاص خد رقم صالح اوض وكلميه وخلي صالح يجي تزبط الشاشة او الطبق يعني طب خلاص صالح بعد ما بيزبط الطبق من فوق السطوح بينزل تحت في الشقة علشان يزبط برضو المدام ده طبعا يعني خطأ جاسيب بيوقع في بعض الازواج بيدلوف او دخول الصناعية انهم سباك نجار رجل بتاع الشاشات المفروض يا جماعة مفيش اي صناعية يدخل بيتكم اللي ما تكونوا موجودين طيب نكمل الحكاية لحضركم صالح اخذ رقم تليفون رشا بدأت الايه ها العلاقات والمكالمات والمكالمات تاخد منحنة تاني والزوج اخر من يعلم زي ما زوجة صالح اخر من تعلم ان صالح يعني عاش اتنين من الستات عليها طيب هنا طبعا صالح كل يوم في بيت وكل يوم في بلد ومشهور صيته لان صالح طبعا من قرية اسمها قرية القصبي قرية اسمها قرية القصبي جنب برضو قرية كاركور التبعين ليه مركز ومدينة صان الحجر محافظة الشرق خلاص صالح ليه تعدد علاقات كتيرة اول بس احنا بخصينا بقى القضية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي بتاعت ايه بتاعت رشا طيب صالح يقيم علاقة مع رشا يصورها يقيم علاقة مع عبيل يصورها والتليفون معه لكن بقى طبعا يعني بيستخدم بعض الرموز وبعد الاشكال وبعد الحاجات كده وهو بيصلح طبق الادش ومعه طبعا تليفون للتوتش كده واللي هو يعني بتاع الانترنت وتليفون صهار للزباين طيب وهو بقى بيصلح الشاشة في بيت رشا هنا جاله تليفون مهم على التليفون الصهار فساب تليفونه مفتوح واخدين بالكم ساب تليفونه مفتوح علشان صبعا يعني رشا سيت خاينة فمش هتقامل اي حاجة قامت شقطة التليفون بتاع الصالح وبناء على كده بضعت انها تفتح على الكاميرا والحاجات ده كلها هم لقى فيديو مش لها بس لا هي كانت بالصورة وحارفة لقى لقى فيديو لصالح مع عبير اللي هي العشية الاولينية من نفس ذات القرية وجوزها في المملكة العربية السعودية هنا بتكى في لمح البصر قامت واغدة بعت بشرقة المقاطع الفيديو الخاصة بصالح العشيء بتاعها مع العشية الاولى اللي هي مين اللي هي عبير خدته سبتته على التليفون وعملت نفسها طبعا صالح طالح بقى يتكلم في التليفون والدينية ايه الدينية غابت معها حبتين والتليفون افل ايه اه افل البصورة بتاعه هو مؤمن على نفسه ان التليفون ما فيش حد بيفتعه لكن هو فتحه وشغال عليه اه بتزبط الشاشة اه اه سبت تليفون مفتوح هنا بقى رشا بدأت انها ايه تتكتك وتخطط بقى ده هو بتغير من نحية حبتين واغد ان بالكم واغد ان بالكم العشيقات بيتحكموا في العشاء ان هما ما يجوش يم اه ستاتهم ان هما مجغولين ولا مش مجغولين كأنه يعني ايه اه حب امتلاك او امتلاك شخصي بدأت رشا بقى طبعا كل ما ترن على العشيق بتاعها اللي هو صالح يكون مجغول يكون متفقين على اتفاق اه ما يجيش بدأت انها ايه اه اسبوع اتنين بدأت اه تحس ان الصالح متغير منها حبتين فبدأت كده يعني ايه وجه لوجه كده تحدده بقولك يا صالح انا عارفة ان انت مرتبط بعبيد عبيد مين قعد يجيب ويجيب ويجذب عليها قالت له بقولك ايه انا المربيات بقولك ايه الفيديو معاي فيديو فيديو ايه يا رشا قالت له الفيديو بعمرت كذا وقطت النوم كذا وانت لابس كذا وعملت كذا وكلت كذا وشربت كذا حكت له كل اللي في الفيديو فبالتالي مش هيقدر يجذب عليها مش هيقدر ان هو ايه نخبي عنها قالت له انا عايزاك ليا لوحدة تب الفيديو لو سبتين في يوم من الايام انا هنشر الفيديو على الفيسبوك. لا انت ليك الفيديوهات عندي. قالت له اه عدي الحاجة. لانها مسحة الفيديوهات بتاعتها الخاصة على الايه? على التلفون ومن سلطة المحزفات. وكانت يعني عندها خبرة بشغل الموبايلات يعني. هنا طبعا بدأ صالحة في التلفون ويدور في صلقت في ملقط على الفيديوهات اللي بتخصه هو ورشا عشان يبتزها برضو زي ما هي بتبتزه ملقاش حاجة. يعني هنا اختي ده خلاص بها يعني بين المتركة والسنة. يعني كان مصور للاتنين فيديوهات عشان لو حباية او حتة طرية يعني او حتة لحمة كده. اه طارت منه ويجيبها من افاه. طيب. هنا بلعك رشا تهدده اكتر من مرة. انت بتاعي انا الواحد. ارن عليك لازم ترد علي. طب ست يفرد ان انت رنت عليه وانا في البيت ينفع كده يعني المدام يعني المدام الغلبان اللي قاعدة في البيت تخرط ليفت وتعشف المحشي وعمالة بس طول النهار حطة في الصنطوم هنا وكده ومش شغلت مغى باي حاجة. طب يا زب وصنطك في غيابك اللي احنا بتكلم على الزوم. غير العفن التاني والجيف اللي في العشياء الاولى والعشياء التانية. انت عاوز تقارن دي بدي يعني اه استوصوا بالنساء خيرا. والدنيا متاع وخير المتاع. الدنيا المرأة الصالحة. فهنا طبعا صالح بقى عملي تاكتك. هيعمل ايه في المصيبة دي? ده الفيديوهات اللي انا مسكها عليها يا جدعان خدت بالكم حزفتها. والفيديوهات اللي بين وما بين عبير هي مسكتها علي. يعني ايه هفضل عايش عبدليها. هنا طبعا راشا كانت تقول له ترين عليه في اي وقت حتى لو زوجته يسيب البيت ويمشي. حتى حصل اكتر بالمشكلة. زوجته ايه يا عم ده احنا في اوقات ما ينفعش ان انت تتحرك من البيت. اقول لها شغل. انت عارف ان الشغل واكل العيش. ما ينفعش ان انا ماردش على الناس ولا اتاخر. الزوجة برضو بدأت انها ايه تشوق. طب صالح هنا خلاص بزي ما يقول له حضراتكم بقى بحطار يحل الحوار ده ازاي. يعني هي لو رانيت عليها وانا في البيت تابعها اعمل ايه. وبعدين هي بتطلب مني ان انا انهي علاقتي بعبير الحب الاولاني على زوجته يعني. فهنا طبعا بدأ يفكر انه يتخلص منها. فتقول له تعالى في الوقت الفني خلاص يسيب اللي عنده ويمشي. لحد يوم الواقع. بعد ما اتصلت عليه والدت تعالى العزاك دلوقتي. طبعا زوجها برضو في البدنجان برضو يعني اخر من يعني. راح صالح. ودخل البيت. والمرسم اللي هم بيعملوها هو عشرة مع عشرة الازواج. لكن صالح هبيحاول يراضيها. وكان متفق بها وعدها ان انا معتش الياه ده. بقى بعبير. وهكون عشيق محترم. وعشيق صاين الهاش والمالح. وعشيق لي كنتي بس. وقدم بالكم من الوعود اللي بينهم وبين بعضهم. فرح لها. وكان يعني ولا على مال ولا على بالد كده. اولا دخل الشقة في غاب زوجها طبعا اللي هو الزوج ايه? الصديق. الايه? الصديق. عشان دايما نقول صعبه صبك على الايه? على القهوة. الشاشة لو ما تصلحتش في غياب الزوج. خدتم بالكم الناس اللي جواه الشاشة دي مش هتطلع تقعد على حجر الزوجة. او الزوجة هتموت او يجي ل مرض العضوط. وهنا طبعا راح اول ما دخل مش مش على بعضه. اه بيطلب من رشا بيقول لها انا عايز الصور. قالت له ازبر اما نبدل اه 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 الحلبس داخله. اضع العلاقة المحرمة. بعد كده الصور قالت له لا. هو ادخل زي الحمام زي يخرجه. انا اديك الصور تلعب بديلك تاني. انا عايزاك ليا طول العمر. طبع انت يا ست. يا خاينة. طالما انت عايزاك طول العمر. ارفع قضية على البغل جوزك اللي نام في سلاح مداح. ارفع على قضية. ارفع على قضية. ارفع وروح يتجوزيه طالما انت بتحبيه كده وهو بيحبه. هذا طبعا صالح الدينة دا اتفوش وما لقاش قدامه غير انه يخلقها بالاشار باللي هي لابسها. وبالفعل خنقها. طب خنقها واخد تلفونها وعمل ايه صالح بعد كده. اتخيلوا. رفع طبعا هو كان عارف البصور بتاع التلفون بتاعها. وبعت رسالة لاختها. رسالة هي بتقول فيها بقى راجع لاختها الحقيني في اربح حرامية عند في البيت. وقفل التلفون. وطلع الشريح كسرها. ومسك التلفون راح بقى في احدى محلاته الموبايلات. اللي تم الاستدلال عليه بعد كده وتم نقضع لصعب المحل. واعترف ان هو اشترى التلفون دا من 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 صالح. طيب. الاخت تعمل ايه هنا في الوقت ده? هو طبعا عاوز يوصل ليه اهلية قصرتها ان فيه حرامية بالفعل وهم اللي خنقها هو موطوع علشان يساء. فضل بقى انه يبقى عصر في الشقة. وطيب ودايما يعني هو ايه بيشوف ايه بيشوف بقى الافلام ويشوف الفيديوهات وحرده كلها. علشان ما ما يجيش في التحريات ان سلامة اه الابواب والشبابيك وما فيش بعصر. لا بعصر في الشقة كتير ومسك سكينة كده. او قال حده وبدأ ان هو يدق على المقبض الحديد بتاع الباب. علشان يبين ان هو ايه كان فيه اثار عنف لدخول او دلوف اللصوص. تمام تمام. وطبعا الاخت اتصلت على جوز اختها. اه اه رشا انت في انت في حرامية عندي امراتك. ساب اللي ايه وطلعوا الدنيا اتجمعت وبتاعوا ودخلوا على رشا. دعوها ميتة بس مخلوة. حطوا في دماغه ونفعها الروح. بدأوا ان هما ياخدوها ويطلعوا بها على اقرب مستشفى في مدينة الصدر الحضر لكن كانت توفاها الله. بدأت بقى مرحلة جديدة من رجال المباحث والنيابة العامة. يترى من اللصوص على حسب البلاغ وعلى حسب الرسالة. على حسب الرسالة اللي جات من مين? من تلفون رشا اللي اختها. عن طريق مين? عن طريق صالح هو اللي بعت الرسالة دي كلها. طيب. بدأ ان هما يدعبسوا فيه الاعلاقات وفيه خلافات ما بينه الزوج ولا لا وهيطرف فيه لصوصه في الرغو الكاميرات. ما لقوش كانتها كله. لكن المصادر السرية هي اعلنت ان فيها علاقة محرمة ما بين رشا وما بين صالح. صالح من قرية اسمها قرية عزبة القصبي. ايه اللي جاب عزبة القصبي? لعزبة آآ كاركور. هو ده البلدين يعني اللي بتاع العشيقة. طب العشيقة التانية عبير مش نوسينك عبير. عشيقة العبير من نفس القرية اللي هي عزبة ايه? عزبة كاركور. طبعا آآ بعد جهود مضنية. وسرية البحث والمصادر السرية. وصل ان فيه علاقة محرمة تم الابضع على صالح. اعترف عن مصادر ده فيه كاميرات جايبينك وفيه 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 في الحاجات ده. ولا ملقاش ملاز تحت وسائل ضغطه. متعددة غير انه يعترف وحكى كل اللي احنا قلنا. طبعا كان من النتائج ان عبير اللي هي العشيقة رقم واحد اللي هي الاولانية ده تم طلاقة. تم طلاقة من قبل مين? زوجة. يعني خرب يعني قدل ست. وخرب بيت آآ زوجة. وخرب بيت العشيقة اللي هي الاولانية العبير. وبرضو زوجته طلبة الطلاق بالضرر. والطلاقة هي كمان. زوجة مين? زوجة صالح. شفتوا يا كمان العلاقة المحرمة ممكن تهدم مجتمع. مش هنقول اسرة او اسرتين او تلاتة. يعني قدامكم اهو تلات اربع اسر تم حجمهم. الزوجة اللي هي زوجة الزوجة يعني العشيقة يعني طلبة الطلاق بالضرر. والعبير اللي هي العشيقة رقم واحد. جزء عارف في الحكابة منتشر فقاري طلقها. ورشا اتقتل. ويتمت ولاتها. تمام? والعشي هيتحول للمحكمة الجنائية. هو عمول عشان ما نطولش على حضركم. الحكم اللي صدر ضد صالح هو حكم المؤبد. مش الاعدام. اخذ خمسة وعشرين سنة مؤبد. هنعرفوا مؤليلين عليه. لانه قبل ما يقتل رشا فهو اتل نفسه. اتل زوجته. اتل اولاده. مش اتل بالدبح. لا. اتلهم ان هو خلاص. يعني اعدامه. يعني ايه? حرامه من الحياة السليمة. والحياة المجتمع اللي انا متعودين عليها. طبعا الحكم ده بعد جلسات متعددة. اخذ خمسة وعشرين سنة مؤبد. انت من وجهة نظر حضرك انه خمسة وعشرين سنة. لانه طبعا ايه? هو آآ آآ خمسة وعشرين سنة. لانه خنائها وموتها. طبعا من وجهة نظرك. لانه طبعا على اعترافات لسان العشيء كان بيقول انا مش اصل ان انا موتها. انا اصل ان انا كنت اخد الصور ولما هي رفضت وبدأت انها تتزيني وتهددني فانا خنائتها. يا ترى ب على حكام القضاء. لكن الحكم ده من وجهة نظرك هل كان يستحق المؤبد ولا يستحق الاعداء. ودايما نصيحنا في نهاية الفيديوهات. يريد كل زوج حبة بغلي يختي وعازت تتبغديد عليه وعازت تتمرجعه معاه بعيد عن الزوج. يريد ترفع عضية خل على الزوج او تصرح الزوج وتتطلعه وتغيره في ستين داية وهو يتجوزك. ونصيح على كل الازوائي. يا عم انت وهو والله العظيم يمكن آآ آآ مفيش فرق ما بين اي ست وست. اهم حاجة الجمال هو جمال القلب وجمال الطبع وجمال الاخلاق. كل زوج بيحاول ان هو يزود عن زوجته او يهجر بيته. يريد ان انت تتطقي يوم هترجع فيه ربنا سبحانه وتعالى فريد. يريد ان انت تحافظ على بنات الناس. يعني ابهاتهم وامهاتهم ما بعتوش الستات دول او البنات يعني ايام الخطوبة والزواج علشان يتبهدلوا علشان يتخانوا. مش حابب ان انت عتعيش مع زوجتك طلعها عم ورجعها لبيتها سلمة غانمة وما تخنهاش وتكون سبب في هدم بيوت كتير. يمكن الحلقة طولت حابتين لكن حابين ان احنا ننقل لحراكم قضية شغلت الناس كلها في مدينة ومركز صادر حضر محافظة الشرقية. يا ترى من وجهة نظر حضراتكم من هو الجاني الحقيقي في القضية. والحكم من وجهة نظركم كان مؤبد ولا يكون اعداء. نواتوني مجدوش ورفتوني كان معاكم اخوكم مجد البلوي. سبس ناشفوا الاشتراك واللاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة